صديقتي حورية كانت صديقتي حورية ترافقني في ذهابي إيابي إلى المدرسة تحمل حقيبة المدرسية وكلما طال بنا المسير تأخذ بيدي مازحة لكنني كنت أشعر أنها تريد أن تعفيني من جر هذه العصى الخشبيتي وما أدري يوما إلا وقلت لها دون مقدمة حورية إنني عرجاء صمتت فأعدت عليها حورية ألم تسمعي إنني عرجاء فالتفتت إلي متأثرة إنني أعلم وماذا بعد يا رجاء كان بوسعك أن تسخري مني مثل الأخريات كأن تقولي ذات الثلاثة أرجل أو فقاطعتني بإشفاق أفاض الدمع من عيوني لا أنت أحسن من هن أنت مثال للطف والنبل وحسن الخلق وأكثر من هذا أستمع وأجيب سمي شخصيات النص الذي سمعته ثانيا مما تعاني رجاء اختر الإجابة الصحيحة كانت حورية تأخذ بيدي زميلتها مازحة عند سيرهما هذه الحيلة تستعملها حورية لتسخر من رجاء أو لتجعل رجاء تسرع أكثر أو لتخفف عنها عناء جر العصى سؤال موالي لماذا كانت رجاء تتألم من سخرية زميلاتها منها؟ ما رأيك في من يقول هذه العبارة لرجاء ذات الثلاثة أرجل؟ ما هي صفات حورية من بين هذه العبارات؟ رقيقة المشاعر تعطف على الآخرين قاسية تدرك قيمة الإنسان الحقيقية لا تقبل اختلاف الآخرين اختر إحدى شخصيتين الحوار وأدي دورها التعبير عن المشهد أشاهد الصورة ما اسم الفتاة التي تحمل محفظتين؟ ما رأيك فيما تقوم به؟ وأنت ماذا تفعل لو كنت مكانها؟ سمي شخصيات النص الذي سمعته الجواب شخصيات النص حورية رجاء والزميلات السؤال الثاني مما تعاني رجاء؟ الجواب تعاني رجاء من عرج في رجلها السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة كانت حورية تأخذ بيدي زميلتها مازحة عند سيرهما هذه الحيلة تستعملها حورية لي؟ الجواب كانت حورية تأخذ بيدي زميلتها مازحة عند سيرهما هذه الحيلة تستعملها حورية لتخفف عنها عناء جر الحصى لماذا كانت رجاء تتألم من صخرية زميلاتها منها؟ الجواب كانت رجاء كانت رجاء تتألم من صخرية زميلاتها منها لأنهن يلقبنها بذات الثلاثة أرجل ما رأيك في من يقول هذه العبارة لرجاء ذات الثلاثة أرجل؟ رأيك في من يقول هذه العبارة لرجاء أنه يمارس سلوك سيء وهو الصخرية وقد نهان عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ما هي صفات حورية من بين هذه العبارة؟ صفات حورية هي رقيقة المشاعر تعطف على الآخرين تدرك قيمة الإنسان الحقيقية لا تقبل اختلاف الآخرين ما اسم الفتاة التي تحمل محفظتين هي حورية ما رأيك فيما تقوم به؟ رأيك فيما تقوم به حورية هو سلوك حسن وهو التعاون وقد أوصان الله تعالى عن التعاون في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأنا لو كنت مكانها لقمت بنفس السلوك ترجمة نانسي قنقر